موسيقى تحية طيبة وأهلا بكم مشاهدنا إلى نشرة إخبارية جديدة أستهلها بأهم العنوين الرئيس بارزاني يقول كردستان بلد الجميع ونؤكد على تعزيز ثقافة التعايش والتآخي موسيقى بصريون يؤكدون على سلمية تظاهراتهم موسيقى مسيحيون شركاتون بريطانيا لرفع الألغام قامت بنهب كنائس الموصل موسيقى ورويترز الاتحاد الأوروبي أدرج العراق والسعودية في قائمة ممولي الإرهال موسيقى وفي السودان المعارضة تدعو البشير للتنحي عن السلطة موسيقى أهلا بكم مشاهدنا إليكم تفاصيل هذه النشرة استقبل الرئيس مسعود بارزاني في صلاح الدين وفد رئاسة طائفة السريان الأرثوديكس في محافظة نينوى وأقليم كردستان والعراق برئاسة البطريريارك مار أغناتيوس أفرام الثاني بطريريارك أنطاكيا وسائر الشرق وضم الوفد أيضا عددا من مطار نداء الكنيسة الأرثوديكسية وخلال اللقاء عبر الوفد الضيف عن شكره للرئيس بارزاني وحكومة قليم كردستان على حمايتهم للمكونات ومساعدتهم المسيحيين في الأيام الصعبة مثمنا احتضانهم وإيواءهم للمسيحيين في إقليم كردستان من جانبه رحب الرئيس بارزاني بالوفد الضيف وأكد خلال اللقاء أن كردستان هي بلد الجميع كما أكد الرئيس بارزاني على عدم جواز تشجيع المسيحيين على الهجرة من بلدهم مؤكدا على ضرورة تعزيز ثقافة التعايش والتآخي وأصفا المرحلة الحالية بمرحلة ما بعد الرهاب أكدت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميم محاسبة الحكومة من قبل مجلس النواب الحكومة في حال عدم تطبيق قانون الموازنة بشكلها الصحيح وقالت التميمين مجلس النواب العراقي سيراقب أداء الحكومة بشكل أكبر من العام الماضي خلال تطبيق الموازنة وسيحاسبها في حال عدم تطبيقها وأضافت أن المجلس أجرى تعديلات مباشرة على الموازنة خارج النصوص المكتوبة خلال تمريرها مؤكدا أو مؤكدة أنهم سيرسلون القانون إلى رئاسة الجمهورية فور الانتهاء من صياغتها للمصادقة عليها ومن ثم إرسالها للنشر في الوقائع الرسمية مبينة أن تنفيذ قانون الموازنة سيكون بعد نشرها في الوقائع النائب في البرلمان العراقي مشعان الجبوري صرح لزاكروس تيفي أن أمريكا فشلت في العراق وقدمت البلد للإرهابيين مبينا أن الرئيس برداني صاحب كلمة فيتو قوية بمدار الساحة السياسية العراقية يعني من يرفض وساطة أو التماس السيد نصر الله لا أعتقد أنه يقبل بوساطة حج قاسم ولكن ربما حج قاسم عرض أمام السيد صدر وأخذ منه التزامات في ملفات وقضايا أخرى يعني أبرزها أنه استبعاد أن يكون هناك اقتتال شيعي شيعي كما تعلم الأمر واضح يعني القضية لأن تعرف القريبين من إيران هما اليوم لهم دور أساسي في موضوع ملفات تهريب النفط ويعني وتجارته والتجارة غير المشروعة في الخليج أيضا إيران بعد الحصار الأمريكي تحتاج العراق بالضبط في كثير من القضايا وربما أن السيد صدر ربما يعطي التزام أن لا يعارض أن إيران تستحصل على تسهيلات من العراق لتجنب الأضرار الكبيرة في بلفات موجودة قصص كثيرة عن تعينات عن أنه حول وزارة الداخلي باستشارية الأمن الوطني إلى عشيرة بين أمريكا والرئيس مسعود البرزاني فيتو الرئيس مسعود البرزاني هو الذي لم يمكن حيدر العبادي أن يصبح رئيس الوزراء وكان كلمة نعم أو القبول من الرئيس السعود البرزاني بحيدر العبادي رئيس الوزراء مرة ثانية كانت كثيرة أن تجدد الولايات لحيدر العبادي وأيضا كانوا بالوسط حيث يميل الرئيس يكلف رئيس الوزراء لو ذهب الرئيس مسعود مع تيار الإصلاح لمنح ذلك التيار الأغلبية وتمكنوا من أن يأتوا برئيس الوزراء فجاءوا إلى الرئيس مسعود البرزاني الحزبين سائرون والحكمة وألحوا على السيد الرئيس أن يكون معهم وكان شرط الرئيس أنه يعلنون أن حيدر العبادي لا يكلف قالوا له نلتزم أمامك بأنه لن يكلف قال لهم لا أقبل إلا أن تعلنون أنه لن يكلف لأنه وأن يعرف حيدر العبادي أنه أحنا من منعنا أن يصبح رئيس الوزراء مجددا سيد برهم صالح لي يكون رئيس الجمهورية بدل دكتور فؤاد حسين فكان العامل الإيراني هو العامل الحاسم في هذا الأمر اليوم أيضا قناعتي الشخصية ومعطياتي كان الإيرانيين يريدون أن يمرروا وزير العدل حس الأقليم اليوم يقول لك أنا أدعم فالح الفياض يعني الرئاسة والحزب الديمقراطي يدعمون فالح الفياض وزير الداخلية أو لا يعترضون خليني أقوله ثم يصوتون له ولكن إذا كسرت إرادة التيار الصدري وسائرون والحكمة في موضوع وزير الداخلية أيضا سنواجه مشكلة كبيرة لم يأتي بنتيجة ولذلك الرئيس ترامب بدأ يرسل تسللا قوات أمريكية إلى العراق تتموضع في أماكن مختلفة من العراق محاولا استعادة الدور الأمريكي في العراق الأمريكان سياسيا الآن معدهم أي شيء على الرغم من أن واجباته تقي معمل الحكومة خلال مئة يوم كما تجري العراف في الدورات السابقة لأن مجلس النواب أنهى فصله التشريعي الأول دون القيام بذلك فضلا عن إخفاقه في الدور التشريعي كما يرى المراقبون التقرير الآتي فيه تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع فصل من التجاذبات السياسية والتقاطعات وأطلاق الوعود غير الواقعية والحالمة هذا ما يلخص مشهد الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب في دورته الحالية والذي انتهى قبل أيام فقد انتهى الفصل رغم تمديد فترته دون أن يشهد تشريع قانون واحد ودون حراك رقبه لأداء الحكومة والهيئات ودون الاتفاق على حكومة متجانسة بكابينة وزارية متكاملة كان من مهام المجلس المفترض مراقبة أداء الحكومة لتقييم عملها خلال فترة الماء يوم وقد انقضت هذه الفترة وأنفض المجلس دون تقديم التقييم المفترض لحكومة عبد المهدي التي بقيت ناقصة إلى إشعار غير معلومة ويمكن وصف الفصل التشريعي الأول بأنه فصل عدم تحقق النصاب وانسحاب النواب مع عد التصويت على الموازنة التي عليها العديد من الإشكالات والملاحظات والذي جاء متأخرا ومن أبرز ما ميز الفصل التشريعي هذا عن نظرائه في الدورات السابقة أخفاقه في اختيار رؤساء عدد اللجان النيابية الأمر الذي عوق أداءها الرقابي والتشريعي ويحدد مراقبنا وحتى نواب ملاحظات أخرى على الفصل التشريعي الأول من بينها كثرة الغيابات والتعمد طرح المداخلات بقصد الظهور التلفزيوني وافتعال الفوضى بعض الأحيان الأمر الذي أصاب المجلس بالشلل فالكل بانتظار فصل تشريعي جديد في آذار المقبل إذير المواطنون أن الدورة الحالية لا تختلف عن سابقاتها وأن تغير الكثير من الوجوه والأسماء ولكن العناوين هي ذاتها يواصل البصريون تنظيم تظاهراتهم للمطالبة بحقوقهم المشروعة بالرغم من تناقص أعدادهم رافضين عمليات الحرق والتخريب التي يمارسها بعض المندسين لغرض حرف التظاهرات عن مسارها السلمي التقرير فيه تفاصيل أكثر أكد متظاهرون في محافظة البصرة على سلمية تظاهراتهم التي يحرصون على ديموتها منذ عدة أشهر حتى تحقيق المطالب مستنكرين عمال الحرق والتخريب التي يقوم بها عدد من المندسين لحرف التظاهرات عن مسارها وتشويه صورة المتظاهرين مظاهراتنا مثل ما تلاحظ مظاهرات حضارية ثقافية سلمية طبعا وإحنا طبعا ضد الحرق وضد قذف الحجارة أو غيرها لأن هذا الشتت مظاهراتنا وتدخل الناس المندسين ويستغلون هاي الفقرة وعن شاء الله تظاهراتنا سلمية ومن البداية احنا تنا نادي بالسلمية بس أكوى أشخاص ما عرفها ولا الأشخاص مندسين أو مغرضين يحاولون يشوهون صورة التظاهرات يحاولون يشوهون صورة الشباب اللي طالعين طالبونه بحقوقهم فأحنا اليوم نادي بالسلمية وبتظاهرات السلمية وطالعين شباب سلميين طالب حقوقنا اللي كفرها أنه الدستور التناقص بعداد المتظاهرين في الأونة الأخيرة عزاه البعض إلى عدم موجود برنامج واضح بسبب تعدد الاتجاهات والافتقار إلى القيادة التي يلتف حولها المتظاهرون فضلا عن الملاحقة القانونية التي يتعرضون لها من قبل السلطات الشعب العراقي يعني تركيبة غريبة عجيبة ناس تتبع مراجع اللي هي ما تحرض على المظاهرات وناس تتبع شيوخ وعشائر وناس بمذهبية طائع يعني ما يكون مثلا فشي وحده هاي المشكلة تناقص الاعداد لأن القيادة أو القاضي أو يعني ذول الناس السلطات العليا اللي يعني اللي يكضونه أو اللي يعتقلونه يقولون لهم ألا بكفالة يعني هنا رح يصير الشخص رح يصير عنده خوفه فما رح يطلع مظاهرات أو رح يبقى بأيدي عن المظاهرات مع تأكيدهم على انتهاج الوسائل السلمية فإن متظاهري البصرة عزوا أثبات تناقص أعدادهم لاتخاذ إجراءات قانونية بحقهم لكتمع صوتهم لقناة زاكروس الفضائي استير المنصوري البصرة كشف النائب عن محافظة نينة وأحمد الجبوري أن جهات مسلحة محسوبة على الحجد الشعبي تقوم بتهريب النفط من حقول القيارة وقال الجبوري في تغريدة له على تويتر انقذوا نفط العراق مؤكدا فيها نحقول نفط القيارة فيها 72 بئرا نفطيا كانت داعش تهرب نفطها وتبيعه لحسابها وأوضح أنه منذ التحرير وإلى الآن فأن الحكومة الحالية والسابقة تعلم بأن جهات مسلحة نافذة محسوبة على فصائل الحجد الشعبي تسرق يوميا مئة صهريج من النفط الخام وتبيعه لصالحها والحكومة العراقية صامتة هذا ولم يرد عن الحجد الشعبي أي توضيح حول تصريحات النائب عن نينوى أحمد الجبوري قال نيسان كرومي قائم مقام قضاء الحمدانية السابق إن شركة بريطانية متخصصة برفع الألغام دخلت إلى كنيسة الحمدانية وسط الموصل بحجة رفع الألغام والأنقاض وجرفت أجزاء مهمة من الكنيسة وحفرت قبورا تعود لمطارنا متفونين هناك وأكد كروميانا شواخص ومخطوطات أثرية وأناجي القديمة فقدت مضيفا قول نحن كمسيحيين نستغرب طريقة وتوقيت عمليات رفع الألغام من جانبها كادا لويس مارقس أيوب نائب رئيس منظمة حامرابي لحقوق الإنسان وجود انتهاكات بحق أثار مهمة وكنائس وأضاف كنت شاهدا على ما حصل من نهب وسرقة في كنيستي الطاهرة الجديدة والسيدة العذراء في الثالث عشر من كانون الثاني الجاري قضى سلاح الجو العراقي على عدد من إرهابي تنظيم داعش خلال تدميره أو كارا لهم في محافظة نينوى شمال البلد وقال مركز الإعنام الأمني العراقي في بيان له إن الطيران العراقي دمر بيوتا طينية بداخلها إرهابيون من تنظيم داعش جنوب قضاء الحضر في نينوى وكان العراق قد أعلن تحرير كامل أراضي من قبضة داعش الإرهابي في كانون الأول عام 2017 بعد نحو ثلاث سنوات من الحرب نقلت وكالة رويترز عن مصدرين مطلعين أن الاتحاد الأوروبي أدرجت سعودية إلى مسودة قائمة أو للدول التي تشكل خطرا له بسبب تراخي السيطرة على تمول الإرهاب وغسيل الأموال أوضحت الوكالة أن قائمة الاتحاد الأوروبي شملت مبدئيا 16 دولة بينها إيران والعراق وسوريا وأفغانستان واليمن وكوريا الشمالية وكانت مفوضية والاتحاد الأوروبي قامت هذا الأسبوع بتحديث القائمة اعتمادا على معايير جديدة لتضم مسودة الوثيقة السعودية إحدى الدول التي لا يزال إدراجها سريا حسب ما نقلت رويترز عن مصدر في الاتحاد الأوروبي وآخر سعودي جاء العراق في آخر قائمة تصنف دول العالم من حيث الانفتاح الثقافي وجودة الحياة وغيرها من المقاييس لتقييم الحياة الكريمة للشعوب ويرصد موقع تصنيف الدول على معايير عالمية يرصدها كل عام وجاءت سويسرا كأفضل دول العالم لعام 2019 تلتها اليابان ثم كندا أما الولايات المتحدة فقد احتلت المرتبة الثامنة عالميا وجاءت الإمارات بالمرتبة الأولى عربيا بترتيب الثالث والعشرين عالميا من القائمة التي شامل الثمانين دولة وأعتمد التصنيف على معايير ريادة الأعمال جودة الحياة المواطنة ومحركات السوق والتأثير الثقافي والانفتاح الاقتصادي والطاقة والمغامرة حذر الرئيس التركي رجي طيب أردوغان أن تركيا ستقيم منطقة آمنة بنفسها في شمال شرق سوريا إذ فشلت المحادثات مع واشنطن وقال أردوغان أن تركيا لن تنتظر للأبد مشيرا إلى إقامة منطقة آمنة بعمق عشرين ميلا شرق نهر الفرات يسعى للحصول على مساعدة اللوجستية ومالية لإقامتها من الولايات المتحدة وقال أردوغان أنه يتوقع من الولايات المتحدة الوفاء بوعودها خلال الشهور المقبلة وأضاف أنه بخلافه ستقيم تركيا تلك المنطقة الآمنة بنفسها نقل موقع وكال التسنيم الإيراني أن دورية للشرطة في منطقة ماهاشهر في خوزستان جنوب غرب إيران تعرضت لهجوم مسلح وأضاف المصدر نفسه أن الهجوم أسفر عن مقتل شرطيين أحدهما جندي والثاني برتبة ملازم أول وذكرت الوكالة أن مسلحين كانوا في سيارة وأطلقوا عيارات نارية نحو دورية للشرطة والتي كانت تقوم بجولة في مناء الإمام الخميني الواقع في ماهاشهر في حين قتل شرطي على الفور ونقل شرطي ثاني إلى المستشفى لتلقي العلاج لكنه توفي لاحقا متأثرا بإصابته بجروح بالغة كلف مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فريقا من الخبراء الدوليين بالتحقيق في قد الصحفي السعودي جمال خاشقش داخل قنصلية بلاده في إسطنبول وبحسب بيان للأمم المتحدة ستتوجه المقرر الخاص للأمم المتحدة المعنية بالاغتيالات العشوائية والقتل خارج نطاق القانون أجنيس كالمارت إلى تركيا خلال الفترة من الثامن والعشرين كانون الثاني أجاري إلى الثالث من شباط المقبل للبدء في عملها ضمن لجنة التحقيق وكان وزير الخارجي التركي مولود شاويش أوغلو صرح في وقت سابق أنه حان الوقت لتحقيق دولي في قتل خاشقشي وأن الرئيس التركي رجل طيب أردوغان أمر بالتحضير لهذا الأمر اتهم محافظة الحديدة الحسن طاهر الحوثيين بأزج بنحو ألف طفل مقاتل في معركة الحديدة من الجهة الشمالية خلال الأيام القليلة الماضية فيما حذر وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني من المخاطر المستقبلية المترتبة على ما وصفه بعبث جماعات الحوثي بالعملية التعليمية في المناطق الوقعة تحت سيطرتها على صعيد آخر أعلن مصدر عسكر يمني أن الحوثيين قصفوا مطاحنة وصوامع البحر الأهمر في مدينة الحديدة بقذائف الهاوان والهاوزر ما أدى إلى احتراقه بالكامل وتضرر أجزاء أخرى من الصوامع مخلفة أضرارا مادية بلغة طالب رئيس حزب الأمة القومي المعارض في السودان الصادق المهدي الرئيس عمر البشير بالتنحي عن السلطة وقال المهدي حزبه يؤيد الاحتجاجات الشعبية التي تطالب بإسقاط الحكومة داعيا أنصار حزبه للمشاركة في الاحتجاجات مشيرا إلا أن عدد القتلى وصل إلى خمسين شخصا وجاءت تصريحات المهدي غدات مقتل ثلاثة أشخاص في الاحتجاجات التي شهدتها المدن السودانية الخميس ويشهد السودان موجة مظاهرات واسعة منذ تسع عشر من كانون الأول الماضي وبدأ المتظاهرون للاحتجاج على ارتفاع الأسعار ثم تصاعدت حدتها لتطالب بتنحي البشير الموجود في سدة الحكوم منذ نحو ثلاثين عاما وصلت قوات الحكومة الأفغانية وحلف الشمال الأطلسي ضرباتها وغاراتها الجوية على عدد من المناطق في ولايات أفغانستان مستهدفة قوات طالبان وعناصر من تنظيم داعش الإرهابي فقد أعلنت القوات الحكومية الأفغانية أن الطائرات الأميركية أغارت على عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في ولاية ننجرهار وأدت إلى قتل أحد قادة التنظيم في الولاية وبحسب بيان صدر عن المكتب الإعلامي لحاكم ننجرهار فإن قاري نقيب الله أحد قادة تنظيم داعش لقي مصرعه في منطقته تشرب هرار حيث أغارت طائرات التحالف الدولي على المنطقة وتتهم القوات الحكومية قاري نقيب الله بأنه كان مسؤولا عن نشاطات تدميرية في الولاية لعدة سنوات انضم مجلس النواب الأميركي لمجلس الشيوخ في الموافقة على مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة من خلال توفير تمويل المؤقت للوكالات الاتحادية ولكنه رفض طالب ترامب بتمويل بناء جدار على الحدود الأميركية المكسيكية ووفق المجلس بالإجماع على تمويل سلسلة من الوكالات الاتحادية حتى الخامس عشر من شباط وفي خبر لاحق أعلن البيت الأبيض في بيان أن ترامب أصدر القانون الذي يتيح تمويل الإدارات الفيدرالية حتى الخامس عشر من شباط ألا أن ترامب هدد بالعودة إلى الأزمة نفسها في هذا التاريخ في حال عدم التوصل إلى اتفاق في شأن الجدار الذي يريد بناءه على الحدود مع المكسيك تتصعد الأزمة في فنزويلا ويتحول رئيس الجمعية الوطنية خوان جوايديو من شخص مجهول إلى رئيس بالوكالة في محاولة للإطاحة برئيس البلاد الحالي نيكولاس مادورو الأمر الذي دعمته بعض الدول ولم تعترف به أخرى التفاصيل في هذا التقرير بعد دقائق فقط من إعلان جوايديو رئيس الجمعية الوطنية نفسه رئيساً مؤقتاً لفنزويلا يعترف به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصفاً حكومة مادورو بغير الشرعية وبعد ترامب مباشرةً توالت المواقف الدولية فعلن رؤساء كل من الأرجنتين وكولومبيا وكندا والإكوادور وبارغواي والبرازيل والشيلي وباناما وكوستاريكا وجواتيمالا تأييدهم لجوايديو رئيساً مؤقتاً للبلاد ريثما تجر انتخابات ديمقراطية شفافة على حد قولهم كما لقيت هذه الخطوة دعماً بريطانياً جاء على لسان وزير الخارجية البريطاني جيمي هانت الذي قال أنه لم يعود الرئيس الشرعي لفنزويلا نيكولاس مادورو الذي بدأ ولاية رئاسية ثانية في يناير الجاري يواجه عزلة متزايدة بعد أن وصفت عدة دول في أنحاء العالم استمراره في الرئاسة بغير الشرعية وفي المقابل إيقال جوايديو رئيس البرلمان الفنزويلي الذي تقوده المعارضة أنه مستعد لتولي رئاسة البلاد بشكل مؤقت داعياً إلى إجراء انتخابات جديدة لم تعد فنزويلا كما كانت منذ إعلان جوايديو فقد شهدت البلاد مواجهات بين مؤيدين لمادورو معارضين له مواجهات ساخنة اجتاحت الشوارع الفنزويلي ليسقط على إثرها ثلاثين قتيلاً وجرحا كثور ورغم التأييد الدولي للخطوة التي أقدم عليها جوايديو والدعم الشعبي لكن المؤسسة العسكرية ذات القوة والسطوة لم تباركها فجيش الفنزويلي وصف الأمر بالانقلاب يوازي موقفه هذا الاعتراف التركي على جوايديو إذ قال إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة التركية أن الرئيس التركي رجل طيب أردوغان عبر عن دعمه لرئيس البلاد الحالي نيكولاس مادورو وأنه ضد أي محاولة انقلاب في البلاد وغرد كالين في حسابه على تويتر بكلمات أردوغان قائلاً لمادورو أخي مادورو قاوم فنحن بجانبك وإلى جانب تركيا على ناتوسيا وبوليفيا والمكسيك وإيران والصين ونيكاراكوا وكوبا دعمهم الكامل لنيكولاس مادورو منتقدين سياسة الولايات المتحدة في دعم الشاب المعارضي بوايديو وعبر رئيس الروسي فلاديمير بوتن عن دعمه لنظره البنزولي نيكولاس مادورو وسط الأزمة السياسية التي يواجهها وذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيسين لحسب ما أفاد الكريم بون في بيان رئاسي وعرف البيان أيضاً أن بوتن أعلن تعيده السعي إلى حلول في إطار المجال الدستوري داعياً إلى تجاوز البيانات المحتدمة في المجتمع البنزولي عبر حوار سلمي نفى السفير الروسي لدى كاراكاس فلاديمير زايمسكي في تصريح لوكالة نوفيستي التقرير الذي نشرته وكالة رويترز عن وصول عسكريين متعقدين الروس إلى فنزولا لحماية رئيسها نيكولاس مادورو وقال فلاديمير زايمسكي لا علم لي عن وجود أي شركات عسكرية روسية خاصة في فنزولا هذه كذبة إعلامية جديدة حسب تعبيره من جانبها كان عضو لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي فرانس كليفستيش أن روسيا لم ترسل أي عسكريين بمن فيهم متعقدون إلى فنزولا وتابع موضحاً حتى لو أشرك الرئيس مادورو أياً أو أشرك أياً من الشركات العسكرية الخاصة فإن الدولة الروسية لا علم لها بذلك وهي غير مسؤولة عن هذا الأمر تحدث وزير الخزانة البريطاني فيليب هامونت خلال مقابلة مع الإذاعة الوطنية البريطانية حول إمكانية مغادرة بلاده من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق وقال هامونت إن مهمته ضمان عدم الوصول إلى تلك النقطة وحذر هامونت من مخاطر بريكست بدون اتفاق مضيفاً أنه يجب عليهم إدارة الوضع في تلك الحالة وأوضح أنهم سيقومون بكل ما في وسعهم لتخفيف وتقليل وطأة الضرر الذي قد يلحق بالاقتصاد البريطاني تبادل النواب البريطانيون في الأسابيع الأخيرة اتهامات بشأن الخروج المتوتر من الاتحاد الأوروبي فيما تحاول رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي المضي قدماً في اتفاق بريكست الذي تفاوضت عليه مع زعماء الاتحاد الأوروبي رغم رفض البرلمان له بأغلبية ساحقة أعلنت السلطات البرازيلية أن انهيار سدود للمياه الملوثة بنفايات التعدين في جنوب شرق البرازيل خلف عشرات القتلى في ملايزة المئات الأشخاص في عدد المفقودين ونقلت وسائل إعلام محلي عن عمدة مدينة برومادينيو أن جثث خمسين من القتلى تم العثور عليها في مياه الفيضان الناجم عن انهيار ثلاثة سدود في محيط منجم حديد تابع لشركة فالي المتخصصة في التعدين مشيرا إلى أن حصيلة ضحايا الكارثة مرشحة للارتفاع وأوضحت إدارة شركة فالي أن بعضما الضحايا هم موظفون لديها مضيفة أن حوالي ثلاثمائة منهم تواجدوا في المنطقات لحظة وقوع الكارثة وأنها لا تعلم عدد الأشخاص الذين قتلوا أو تضرروا جراء الحادث أعلنت السلطات الأندونيسية عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات وانزلاقات التربة في البلاد في الأيام الأخيرة إلى تسعة وخمسين قتلا إترى أمطار غزيرة هطلت على جزيرة سولويسي وأجبرت آلافا على مغادرة منازلهم وغمرت المياه عشرات القرى في 12 منطقة وجزء من ماكسار عاصمة الجزيرة وتضررت منازل ومباني حكومية ومدارس وجسور وتتوقع وكالة الأرصاد الجوية الأندونيسية هطول أمطار غزيرة على المنطقة حتى الأربعاء المقبل وتشهد أندونيسيا باستمرار انزلاقات لأتربة وفيضانات وتتعرض لظواهر مناخية عنيفة وأسفرت فيضانات وانزلاقات لأتربة عن أكثر من عشرين قتيلا في تشرين الأول في جزيرة سومترا صدر مكتب الشرطة الجنائية بولاية برلين ثلاث لوحات بألوان مائية يزعم أن الزعيم النازي أدولف هتلر رسمها وذلك قبل قليل من موعد مقرر لبيعها في مزاد بالعاصمة الألمانية وعرض دار مزادات كلوس اللوحات الثلاث بتوقيع هتلر والتي يعود تاريخها إلى عام 1910 و 1911 كان من المقرر عرضها للبيع في مزاد بسعر يبدأ من ألف يورو إلى ستة آلاف يورو وفق وسائل إعلام محلية وصادر الشرطة برلين اللوحات قبل قليل من المواعد المقرر للمزاد بعد تلقيها بلاغا من مجهول بأن اللوحات مزيفة ولا تزال التحقيقات جارية وقال هانس خواكيم مايدر المتحدث باسم دار المزاد أنهم حصلوا على اللوحات من شخص ما وأوضح أنهم سيعرضون اللوحات على خبير ليقرر ما إذا كانت حقيقية أم مزيفة وما إذا كان هتلر بالفعل قد رسمها أم لا شهد مطار أورلي الفرنسي حالة استنفار قصوى بسبب حذاء امرأة مسافرة إلى المغرب تسبب بتعطيل حركة الملاحة لساعة حيث انتاب أمن المطار شكوكا حول حيازة المسافرة لجسم متفجر بعد أن اكتشف جهاز الفحص الإشعاعي جسما غريبا داخل أمتعتها فأعلن الأمن حالة استنفار داخل المطار وأخلى كل قاعته وإيقاف جميع رحلاته وتم توقف السيدة واقتيادها إلى مكان تفتيش منعزل وبعد عملية فحصا دقيقة لأمتعتها تبين أنها تحمل حذاء مزودا بنظام ألكتروني يقوم بالمساجد تلقائي للقدم فتم إخلاء سبيلها والاعتذار منها ومرافقتها إلى طائرتها أكلت الباتشا من الأكلات الشعبية والأطباق الفخر التي اشتهرت مؤخرا في مدينة زاخو ويزداد الطلب عليها في فصل الشتاء والمناسبات نجلأ سندي معها تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع يعد أكلة الباتشا من الأكلات الشعبية والمميزة والأطباق الفاخرة لدى العديد من المواطنين في مدينة زاخو ويفضلها مختلف الطبقات والشرائح والتي تتكون من رأس الغنم والأرجل سليمان صاحب هذا المطعم في مدينة زاخو يتقن طبخة هذه الأكلة الشعبية التي اشتهرت مؤخرا في المدينة الباتشا تتكون من البنبار بالكرد يقول لنا ريفيك ومن الكيبايات والمقادم والدماديم لحم رأس الموخ اللسان ورأس الغنم والله يكثر شي بالبرد أكثر شي بالبرد أكثر شي تقبلوها هذه الأكلة لها عاداتها والتي تكثر في ساعات الصباح الأولى ويزاد الطلب عليها خصوصا في فصل الشتاء والمناسبات طبعا بالنسبة لي هي أكلة شتوية يعني دائما بالشتاء أكثر شي بالصيف يعني قليل وعندي يعني من أكل الصباح تقريبا وجبة الظهر صار عندي قليلة والعشة هم صار عندي قليلة وأكلة دسمة يعني متعودين عليها خاصا من شتب بغداد يعني شتب دائما يعني يعني أكلها وهنا أنا يجى ما شاء الله هذا فتح يمنقى يصار لسنين هم أجيما يعني دائما وأكلة مميزة أكلة شعبية أكلة عراقية الأكلة ما شاء الله يعني تختلف عن جميع أنواع الأكل الباتشا لها نكاة خاصة تضطي الصحة للإنسان يحرص العديد من أهالي مدينة زاخو على هذه الأكلة المميزة والتي اشتهرت في المدينة نجلة سندي زاكروز تيبي زاخو الباتشا بالعربية وأسربي بالكردية وأنا أيضا من عشاق هذه الأكلة وصلنا مشاهدين إلى ختام نشرتنا ولكن تذكير بأبرز عنوينها الرئيس بارزاني كردستان بلد الجميع ونؤكد على تعزيز ثقافة التعايش والتآخي بصريون يؤكدون على سلمية تظاهراتهم مسيحيون يقولون شركة بريطانية لرفع الألغام قامت بنهب كنائس الموصل وكالة رايترز الاتحاد الأوروبي أدرج العراق والسعودية في قائمة ممولي الإرهاب وفي السودان المعارضة تدعو البشير للتنحي عن السلطة إلى هنا مشاهدين الأكار وصلنا إلى ختام نشرتنا الإخبارية من قناة زاكروس الفضائية لمزيد من الأخبار يمكنكم زيارة موقعنا على الانترنت زاكروسنيوز.net تقبل وأطيب أتحايا لكم أني كنتم معكم أنا رفاه المعموري وألتقيكم في نشرات أخرى أستودعوكم الله اشتركوا في القناة